هذا ما أظهرته طائرات الدرونز فوق درنا لا أثر لشيء جاء الفيضان والعصفة فأخذ في طريقه القرى والبيوت والبشر ويتراجع الأمل في إيجاد من كان هنا بالأمس حتى الجثث قد لا يوجد لها أثر ما زاد من مخاوف انتشار الأمراض والأوبئة في المدينة الليبية كانت عصفة قوية ضربت شرق ليبيا وتسببت الأمطار الغزيرة بكمية هائلة إلى انهيار سدين في درنا ما تسبب بتدفق المياه بقوة في مجرى نهر يكون عادة جافا وجرفت معها أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية تدفقت المياه بارتفاع أمطار عدة وحطمت الجسور التي تربط شرق المدينة بغربها ودفنت تحتها من دفنت وابتلعت معها كل من كان المياه الجارفة خلفت وراءها مشهد دمار يبدو كما لو أن زلزالا قويا ضرب جزءا كبيرا من المدينة قبل الكارثة كانت المدينة تعد مئة ألف نسمة وما يزيد وفي ظل صعوبة الوصول والاتصالات وعمليات الإغاثة والفوضى السائدة في ليبيا حتى قبل الكارثة تتضارب الأرقام عن أعداد الضحايا وقد أعطى وزراء في حكومة الشرق أرقاما غير متطابقة أما المفقودون فبالألف وفق مصادر عدة بينها الصليب الأحمر الدولي وتحدثت المنظمة الدولية للهجرة عن نزح أكثر من نحو أربعين ألف شخص في الشرق الليبي بينهم ثلاثون ألفا من درنة فيما قالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن عشرة ألاف شخص ما زالوا في عداد المفقودين ووصفت مانويل كارتون المنصقة الطبية لفريق من منظمة أطباء بلا حدود الوضع بأنه فوضوي وأكدت غالبية الجثث دفنت في مدافن وفي مقابر جماعية والكثير من هؤلاء لم تحدد هويتهم خاصة أولئك الذين انتشلوا بأعداد كبيرة من البحر وأوضحت أن الناس الذين يعثرون على جثث يدفنونها فورا ودعت الدبلوميسية الأمريكي ستيفني وليامز وهي ممثلة الأمم المتحدة السابقة في ليبيا إلى تدخل دولي عاجل مطالبة بإنشاء آلية مشتركة وطنية ودولية للإشراف على أموال المساعدة حاملة على الطبق السياسي الليبيا الضارية التي تميل الاستخدام حجة السيادة لتوجيه عمليات المساعدة بحسب مصالحها كما طلبت عريضة عبر الإنترنت جمعت أكثر من ألفي توقيع في غدون 24 ساعة مساعدة الأسرة الدولية وتشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة لبيان ملابسات الكارثة وتحديد المسؤولين بغية محاكمتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر